السلام عليكم وحمس الله وبركاته و بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم صلي وسلم وبركة على سيدنا محمد علالي وصحفي أجمعي إن شاء الله اليوم تبعوا معي طريقة مقادير وطريقة تحضير هذا الفيديو إن شاء الله هنتم تبعوا معي في أول الفيديو سوف أقوم بتزربتها لكي لا أقوم بتزربت لكم هذا الفيديو لكي لا أقوم بتزربت لكم لدي هنا صاشية نايدو لم أردت أي شيء فيها لدي هنا كريم شانتي بلفاني سوف أقوم بتزربتها عفوا هذه الكرتونة هذا موس المهم هنا عندي حليب بارد يعني حضرته في الفيديو أو كورنجيراتور يعني في المجمد سوف أقوم بتزربت حليب بكي تكبليا و كورنجيراتور المجمد المهم أقوم بتزربت حليب بارد الكريم شانتي بارد كورنجيراتور المجمد المجمد موس لدي الفريز طازج فريز طري يعني ماشي كان في كونجيراته وطحنت تقريبا نسك الوافي شوية طحنته بلا ما بلتتش حاجة هاكاك وطحنته كون عفتقا ما ندير هالي لان القلاس جحلق وما فيش سكار نهائيا غير هاد الكريمة هادي ونيدو صافي وولفريز مكونات رائعين و تقريبا تقريبا طبيعيين يعني نيدو رائع كيتشرب في القهوة وكيتستعمل بزرد الاستعمالات وولفريز اللي هو الفراولاء او مهم كله بلاسة واشنو كتقول ليه مهم أه اه الالجلاس ان الى كان ب هذي الاشيه فاش كان منطي هاد الفيديو عندما اشتو الكولور ديال الفريز رمعدتش مو لوين غذائي ولا اشي حاجة الكولور ديال الفريز طبيعي كان بغي نديرش حاجة ساهلة في متناول يعني ش حاجة ساهلة في متناول بناء الناس الفريز ديبه موجود في الاسواق كي يتباع والاطفال ديالنا كل مرة توقع نجي في فريز بغيت الفريز هذا القلاس القلاس هذي يوقته يعني من اللي بده الحالي سخن تيكون القلاس موجود والاطفال ديالتي تيبغوا القلاس يشريوه مرة يشريوه مرة نصابوه اليوم في الدار عنده هنا هذا لدينا مقصر ثانية وهذا ما بده الحمد اعملت هذا حيث لا استطيع بسكويته يمكنك الريض فالحضور يشروع الشوكولة وكاراميل ما عرفين فالطاقة كتائر اغلبت ان ديره لكي يكون فيه شوية القرماشة سوف نضع هذا الشوية ونضع المكسرات الموم الذي يريدونه سوف نضع المكسرات الكوكا أو اللوز أنا هذا تواجد عندي حاليا سوف نضعه وفي نفس الوقت هذا البيموات يريدون من الأطفال بزيف صافي كما قلت لكم في واحد الفيديو نصابه على حسب الأطفال صافي هذه البواطة أنا حمرتها لأن المجمد يريدون أن تكون بلاستيك لا يريدون شيء آخر لأن العلب يريدون لذلك لكي لا يريدون هذا الشيء الذي يريدونه سوف نضعه في الكيسرات كفكرة لذلك لذلك سوف نضعه في الكيسرات و بالأخص لا يريدون هذا المكسرات لذلك سوف نضعه في المكسرات سوف نضعه في المكسرات لذلك سوف نضعه في المكسرات لذلك سوف نضعه كامفا السؤال سوف نضعها سوف نضعهم في المجمد يبقى تولي لها كاملة ومن بعد نطلقها ونرى الشكل نهائي مهم هذا الكيسان وما هذا اللي اشتماعي البارح تقريبا نرى نقصهم في كسخور لاننا جاءوني عامرين وجاني العودة بط بزاف سوف نحاول نشرح لكم دبرة هجامدين باردين بزاف سوف نعطيهم الخاطر باش نحيط منهم نحيط منهم القلاس انا شخصيا القلاس دي الفواكير القلاس اللي ادخلت في الفواكير هكي عجبني يعني كتزعمي انه كتزقولي كننكل بعدش حاجة فيها فيها واحد شوية دي الفائدة انتم غادي نقراها باقين جامدين ما بغيش نحطهم في الماء باش ماي يعني باش مايطلقش ضغياء انتم ها هو حيتو اشتهده بهذا مايطلقش ضغياء اذا شدتي هاد عطته لطفل دي كعا حتى شنو عطيته وغيبقى يعني يبقى يوكل فيه مودة المودة نيت وما يدوو شلي ضغياء وديل الطار وعفرنا شو ندرنا فيه مره ندري لهم بحلقه مره نشريهم ديل الطار بالزمنة وش غديرها من اللي كيخرجوا من اللي كتخرجوا من اللي يشوفوا ديك شي كيبغيوه مهم كنتمنى الفيديوين الاعجاب ديلكم ونكون خفيف فاضلي فعليكم القلاس راهزوين بزاف ومنزيلي وإلى فيديو قديم ان شاء الله بحول قواتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها هو حق شكل الاخر اللي درت البوطة أنا ردي نحاول نحطه في الطبق ونقطعه لكم وشوفوا شكل دياله جاهوه هذا فيه تكاسمه فيه بيمو يعني المكسرات ولا بيمو ولا تويكس ولا ممره جا فيه زوين بزاف معا كيما كلكم فيه الكراميل والشوكولة جا يعني ماشي بيسكوير ومباما بيسكوير يكون نرتب ما عفتش خاصة نتعي نقطع هذا مرة ونجرب بيسكوير كي سأتي به انتوما غلاس ربوعة يعطني كمية كثيرة تقريبا هذا يكون طالع بعشرين درهم تقريبا هذه الأهلة وعندما كانت عندي ذاك العام أنا شريتها ايها درس فيها هذا الشكل انتوما درساتك الشكل وهذا الشكل نحاول نبتعك ونحاول نتعلم بعض اياتنا ايها كما قلت لكم الى فيديو قادم ان شاء الله ويحاولوا قوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزازكم الله خير